ماذا عن تشكيل النادي الاهلي؟ هو الآخر تشكيل متوقع لهذه المواجهة الكبيرة أمام نادي الزمالك فهيكون فيها في حراسة المرمة مصطفى شبير في خط الدفاع علي معلول وعبد المنع مربيع ومحمد هاني في وسط الملعب كوكا وعمر السلاية وقفشة والسلاسي الهجومي ريدا سليم وانتوني مودست وغالبا سيبدأ عمر كمال عبد الواحد في هذه المواجهة كجناح على ضوء ما قدمه في المباراة الماضية وفي نفس الوقت تقلق محمد هاني في المباراة الأخيرة فممكن الاتنين يشتغلوا على جبهة واحدة على جبهة واحدة مواجهة ان شاء الله تبقى ممتعة مواجهة ان شاء الله تبقى كبيرة مواجهة ان شاء الله تشرف كرة القدم المصرية